أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن التعزيزات العسكرية السعودية للمهرة وانضمام اللواء الأول مشاك بحري للانتقال في سقطرة قالت اللجنة الاعتصام السلمي بالمهرة أن القوات السعودية عززت تواجدها العسكري بحملة عسكرية مؤلفة من عشرات الآليات والجنود مطالبا السلطة المحلية بالمهرة والأحزاب والقبائل للوقوف صفا واحدا لإيقاف التجاوزات والانتهاكات السعودية لسيادة المحافظة إلى ذلك أعلنت قيادة اللواء الأول مشاك بحري في محافظة سقطرة تمردها على الشرعية وانضمامها إلى ميليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين الوضع الأمني في سقطرة والمهرة وأهداف التحالف من تعزيز وجوده العسكري شرق البلاد نذهب مشاهدين لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا تعزيزات إلى المهرة وتمرد في سقطرة هكذا يبدو الوضع في المحافظتين المسيطر عليهم من قبل التحالف السعودي الإماراتي والبعيدتين عن المواجهات مع ميليشيا الحوثي تأتي التعزيزات السعودية إلى المهرة بعد أيام فقط من إعلان التحالف هدنة مع ميليشيا الحوثي معللاً ذلك بالتفرغ لمواجهة أزمة كورونا أزمة كورونا لم توقف السعودية عن إرسال تعزيزاتها العسكرية إلى المهرة على الحدود مع سلطنة عمان والمكونة من آليات ومصفحات وعربات عسكرية قدمت من منفذ الوديعة البري في محافظة حضرموت وأمام استمرار السعودية في تعزيز تواجدها العسكري بالمهرة طالبت لجنة الاعتصام السلمي في المحافظة السلطة المحلية والأحزاب والقبائل للوقوف صفاً واحداً لإيقاف التجاوزات والانتهاكات السعودية لسيادة المحافظة سقطرة هي الأخرى لم تكن بمنأة عن محاولات الزج بها في معارك السيطرة بين السعودية والإمارات حيث أعلنت قيادة اللواء الأول مشاة بحري في محافظة سقطرة تمردها على الشرعية وانضمامها إلى ميليشيا المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات مصادر محلية قالت إن اللواء الأول مشاة بحري أعلن تمرده بقيادة رئيس أركان اللواء العميد الرقن ناصر عبداللقيس حيث يتكون اللواء من أربع كتائب هي كتيبة أمدرعات وكتيبة دفاع جوي وكتيبة نوجد جنوب الجزيرة بالإضافة إلى الكتيبة التي سبق وأن أعلنت تمردها قبل أن تعيد إعلان ولائها للشرعية في وقت سابق يستميت التحالف السعودي الإماراتي في إيقاف الحرب مع ميليشيا الحوثي تحت مبررات عدة لكنه في المقابل يرمي بكل ثقله شرقا باتجاه المهرة وسقطرة في محاولة لاستكمال السيطرة على المحافظتين في مشهد يعزز من الشكوك حيال الأهداف الحقيقية للتحالف من التدخل في اليمن مرحبا بكم مجددا مشاهدين كما أرحب ضيفي من الرياض المحلل السعودي سلمان عسكر مرحبا بكم معنا السيد سلمان إذن كيف تنظر أنت لإعلان لواء المشال بحري في سقطرة تمرده على الشرعية وانضمامه لقوات المجلس الانتقال بداية نحيي الحديث السواحي السادة القنون مرحبا أقول بداية نحييك وأحيي السادة المشاهدين هذا الأمر يعني ليس غريب وقد يحصل أنا لست متأكد يعني من جدية هذا التمرد ولكن لنستعرض مسلسل ما يحدث في هذه الجزيرة منذ انقلاب الحوذيين في العام 2015 وحتى اليوم هناك تدبط عدم استقرار في الجزيرة في الفترات السابقة حتى منتصف العام 2018 تحديدا في شهر خمسة عندما قامت قوات السعودية يا بالدعم وتدريب الجيش اليمني ومن ثم دعم إنسانيا حيث وصلت طائرتان حينها إغاثية بالمواد الطبية ومواد إغاثة الأمر من ذلك الوقت وحتى الآن شبه مستقر بالصراحة بالأمس المملكة العربية السعودية نتحدث إذن عن دور المملكة العربية السعودية قوات الواجب السعودية المتواجدة في الجزيرة ما الذي تقوم به إذا هذا الوضع العسكري المضطرب حفظ الأمن والاستقرار هذا التعزي رئيسي لحفظ الاستقرار في هذه الجزيرة مرت بمراحل متعددة من الاضطرابات كما أسلفت في بداية الحديث استقرت في منتصف العام 2018 حاليا ما يحدث هو لحفظ الاستقرار الأمري إذن استقرار الأمر كما ذكرت التحالف يعلن هدنة في الشمال مع الحوثي ويغض الطرف عن الاضطراب العسكري داخل محافظة سقطرة لماذا برأيك؟ ليس غض الطرف يا سيدتي يعني ما تم غض الطرف عنه 241 اختراف حوثي منذ أعنى ناطق التحالف الهدنة 241 اختراف الآن وصلت هذا العدد يعني بصراحة رقم كبير جدا وهذا ليس بغريب على الحوثيين وسيصل خلال الأسبوعين التي أعلن عنها التحالف إلى ألف اختراف وأكثر من ذلك لنظر لشيء ساته في السوق قطرة يعني لا أعتقد أن الأمر يقاس هذا بذلك لماذا نضع المكاس من جانب ونسف الجوانب الأخطة بينما الأمور في السوق قطرة وأنا أكرر كلامي ومسؤول عن ما أقوله سيدتي شبه مستقرة يعني يجب أن لا ننقم لبعض من الذين يحاولون أن يزيروا البلبلة أو أن يصنعوا أصواتا في مواقع معينة من مناطق سيطرة الشرعية من أجل أن يقال أن هناك اضطرابات سيدتي صدقيني عندما يحصل أي شيء فإن قوات الجيش اليمنية قادرة على أن تخمض من ذلك تفضل بالبقاء معي سيد سلمان أرحب بضيفي من المهرة أحمد بلحاف مرحبا بك معنا سيد أحمد إذن كيف تنظرون للتعزيزات العسكرية التي وصلت إلى المهرة أهلا وسهلا وأهلا بضيوفك الكرام يعني كما تعرفوا ونكرر دائما أن السعودية لو تأتي عبر الأبواب القانونية لو تأتي عبر الدولة لو كنا رحبنا بها وقدرنا مصالحها ولكن السعودية تابة لأن تأتي من الأبواب الخلفية وتحت جنح الظلام وكما عهدناها يعني دائما هي هكذا وتعمل على احتلال محافظة المهرة فما رأيناه بالأمس هو استمرار لنهجها الذي اتخذته في محافظة المهرة منذ نوفمبر 2017 في ظل الأوباء المنتشر العالميين جايحة فيروس كورونا لم تبالي السعودية ولا قواتها بالتوجهات لمنظمة الصحة العالمية بالألتزام وعدم تنقل بين البلدان رأينا عشرات القواطر تحمل الجنود وتحمل الألئات العسكرية والمدرعات وتصل إلى عابرة بشبوة وحضرموط وصول إلى محافظة المهرة وهذا ما يُفدد الجانب الصحي أيضاً وهذا يضاب إلى انتهاكها للشيادة اليمنية وانتهاكها لاستقرار من محافظة المهرة السعودية لماذا لا تدعم قوات الجيش؟ لماذا لا تدعم الشرطة المحلية؟ لماذا لا تعمل على دعم التنمية؟ لماذا لا تعمل على البناء في محافظة المهرة؟ كل ما يروج له في مواقع التواصل الاجتماعي أو في وسائل العلامة التابعة للسعودية كله قير صحية فبالأمس من قناتكم الموقرة ووسائل العلامة انتزل إلى محافظة المهرة لا نرى هناك أي دعم من قبل السعودية فقط إنما لخلق قطاع لممارساتها العسكرية في محافظة المهرة اليوم نرى 33 معسكر لماذا كل هذه المعسكرات؟ لماذا لا تدعم الجيش وموسات الأمنة السعودية؟ بالنسبة سيد أحمد لموقف السلطة الشرعية والمحافظة الجديدة كيف تقيم أنت دورها وموقفها؟ كل هذا مبررات واهية وقير صحيحة وقير سليمة فما نراه من السعودية نحن لا نكن أي عدالة السعودية من قبل ولكن السعودية هي من أتت إلينا في محافظة المهرة وهي من تمارس دور الاحتلال في محافظة المهرة وإلا نحن والسعودية كنا سنحترمها وأن نمثل أمنها وأن نحترم صالحها إذا أرادت لكن هي السعودية لا تدعم مجال الهنية تدنب إلى محافظة المهرة ما تقيمك لدور السلطة المحلية والمحافظة الجديدة من هذه التحركات؟ كيف تقيم أنت دورهم؟ أولا بالنسبة للسلطة المحلية والمحافظة الجديدة هي فترة قصيرة منذ توليه ونحن تصلنا معلومات أن هناك توجه من السلطة المحلية في معالجة الملف الأمني والملف الاقتصادي بعد التركة التي خلفها راجح بكريث المحافظة الذي كان موالي للقوات الاحتلال السعودي ولكن كما يبدو أن القوات السعودية واللجنة الخاصة والسلطة السعودية لن يتركوا للسلطة أن تعمل وفق آليات ووفق محددات وطنية داخل محافظة المهرة وبهذا هم يخلقون عوائق أمام المحافظة الجديدة ونحن أعلننا في وقت سابق في لجنة الاعتصام السلمي أننا مساندين للأقل محافظة لما يحكد السيادة والكرام ورأينا هناك أمل في أن يكون هناك بعض المعالجات لبعض الجوانب التي ساهمت السعودية في خلق ووضع سيء من خلال المحافظة السابق راجح بكريث ولازلنا نقول وندعو أخواننا في السعودية أن يتجاوبوا معنا وأن يرجعوا وأن يسحبوا تلك القوات التي لا مبرر لتواجدها وإنما هدفها احتلال محافظة المهرة نعم تفضل بالبقاء معي سيد أحمد ورحب بضيفي من سقطرة عيسى بن مسلم مرحبا بك معنا سيد عيسى إذن إلى أي مدى ساهمت الحلول الترقيعية والمؤقتة في الوصول إلى هذا الوضع داخل محافظة سقطرة محافظة سعر خبيل في قطرة كما تعرفون جميعاً هي المحافظة البعيد عن السراعات التي حصلت خارج المحافظة وبالتالي جر المحافظة اليوم إلى هذا السياري سواء كان في 2018 أو في 2014 أو في 2014 إنما هو محاولة لإعادة المسخة العدمية في سقطرة ودر الناس إلى هذا مربع مربع العنف ومربع الاقتصال ومربع الاحترار ما حصل اليوم من سداعيات للسقطرة كتائب كتائب سابعة للنواء المشاة بحري يأتي في سيار إحرار دولة الإمارات العربية السعودية للدور السعودي المتواجد في جزيرة سقطرة لردود قوات الواجب السعودية ما حصل قبل أيام من اختطاف رئيس المجنة الإبعي في مجنة إسراء المسلمة الملك كما أن هذا يمتلك في هذا السياق لأن استمرار خرص المسلمة السعودية في سقطرة أخرج دولة الإمارات وأخرج أيضاً معاومينها ولمدودية جزيرة سقطرة هذا الإحراج أغاظهم وكما أغاظهم أيضاً سقوط المعصر على القوات الخاصة قبل يومين ما حصل اليوم إنما هو عبارة عن انتجاز مراجب عبارة عن بس قمانينة وإعادة اعتبار لهم ولملاء لأنقارهم جزيرة سقطرة كل جميعاً ما حصل لهذا إنما هو إدارة عن رفع خرطة لخرطة بالية إزمية هذه المتكائب وفتت معهم خلال الساعات القادمة أن هذه المتكائب ستعود إلى حضار الدولة هناك الآن مواجد شرص وأنبا عن طرار مجموعات عن طرار الأرض والضباط من هذه المتكائب بالنسبة لقوات الواجب السعودية المتواجدة داخل المحافظة ما هو دورها؟ هل لمستم لها دور حقاً في استثباب الأمن داخل الجزيرة؟ قوات الواجب السعودية تتكف جنباً إلى جنباً إلى مع السلطة المحلية ولكن قوات الجيش الموابطة هنا في أرخبي سقطرة نحن نملك بالدواء السعودي في سقطرة هنا وستواجد القوات السعودية عبارة عن ما هو إلا إعادة اعتبار للشرعية لم تسمح بتطوري وباعتقادي أنه لم تسمح السعودية لأن تكون سقطرة تسقط بيد الانتكالي كما شغطت عدن وكانت تطبط المحافظات المحربة نعم تفضل بالبقاء معي سيد عيسى نعم تفضل بالبقاء معي سيد عيسى أعود إليك سيد سلمان إذن التحالف أو السعودية كقائد لهذا التحالف كيف تنظر لهذه التجاوزات التي تقوم بها الإمارات بدعمها للانتقال وما وصل إليه الوضع الآن داخل الجزيرة؟ أنا لا زلت أكذر سيدتي هناك توجيه تهم لوجود إماراتي عمل إماراتي ما شابه ذلك في محاولات نضرب التحالف العربي في العمق ما يحدث سواء في سوق قطرة أو في المهرة ودعيني أضرب لك مدالا حيا مباشرا المهرة عندما أحكمت القبطة عليها منذ سبعة أشهر بشكل قوي للتحالف العربي وتحت نظر التحالف العربي كفعة إمدادات التهريب لذا حدثت قبل أربعة أشهر أصوات ومعارضات في المهرة تريد أن تستهز الرأي العام لماذا؟ من هؤلاء؟ هم المهربين نعم إذن كيف يمكن فهم سياق الأحداث؟ هذا التزامن غير المفهوم لوصول تعزيزات إلى المهرة مع إعلان اللواء داخل سوق قطرة التمرد على الشرعية سأصل إلى هذه النقطة سيدتي نعم بعد ذلك أترح أن الذين يصارخون وينبعون في المهرة هم مهردين على أسلحة والمخدرات قوبي الأمر الآن ما يحدث في سوق قطرة هو مثل ما يحدث في الضالح مثل ما يحدث في عبدي مثل ما يحدث في معرب تلك المنطقة التي تحت سلطة الشرعية هناك أناس يعملون ضد التحالف العربي سيدتي هناك أشخاص يعملون ومدعومين خارجيا لإذاة البلبلة ولمحاولة إظهار أن هناك انسحابات وأن هناك انقلابات وأن هناك الخلافات وخلق أمور هي الأم تحدث في الأصل وليس لها واقع بالأساس لذا ما أحب أن أؤكد علي سيدتي بالأمس ليس لنا ذنة أيام لعل ويذك الأخ العزيز الأستاذ عيسى بمسلم من سوق قطرة وأقرب الحدث وبع النقاط عن شروع المملكة العربية السعودية كانت تقدم دعما قبل يومين أو أقل من ذلك لذلاثمية صياد بشكل مباشر وعباء عمائتين قارب للصيادين المضطررين الأمور تعود إلى طبيعتها والاستقرار يعود لكن لا أعلم من الذي يحاول في هذه المرحلة تحديدا إدارة مثل هذه الأمور في هذه المرحلة الحارجة التي هي بصراحة جائحة على العالم جائحة كورونا لكن اليمن أول وأهم دولة بحاجة إلى الاهتمام والإناية والتركيز بدلا من إدارة هذه الشركة نعم إذن كيف يمكن فهم هذا التزامن بالنسبة للمشاهد وصول هذه التعزيزات إلى المهرة مع التمرد داخل الجزيرة أمر طبيعي سيئتي ومن المتوقع ومن المفترض وأنا أؤكد على ذلك أن يحدث هناك تعزيزات لحماية هذه الجزيرة كما تعلمين وأنت بنت اليمن تعلمين أن هذه الجزيرة تمثل أهمية كبيرة واستراتيجية هذه الجزيرة خلال فترات سابقة وخاصة في العام عين 2016 و2017 استغلت للتهريب وتم عن طريق هذه الجزيرة تقول كميات كبيرة من الصواريخ والأسلح والفجرات لذا فإن فتح الأعين والتركيز عليها مثل ما هو المهرة أمر يجب ويجب وأنا أحمل اتحال المسؤولية الثالث لأن هذه نقطة استراتيجية للتهريب من القرن الإفريقي وعن طريق البحر تفضل بالبقاء معي سيد سلمان أعود إليك سيد أحمد إذن من يثيرون البلبلة داخل محافظة المهرة كما ذكر سيد سلمان هم مهربين داخل المحافظة ومستفيدين من إثارة الوضع أيضا ذكر بأنه أمر طبيعي توافد هذه التعزيزات العسكرية لداخل المحافظة بالتزام مع التمرد داخل جزيرة سقطرة هذا يدنهم بنشر الاتهامات الباطلة هو اتهامات خطيرة عندما يتهم ابناء محافظة المهرة بالتهريب هم مجرد دعاءات لا دليل لها وعن المخدرات فدائما هم يقررون سالفة المخدرات واتحديث عن المخدرات فلو سألنا عن المخدرات سهي موجودة داخل مطار القيضة داخل القاعدة الأفكري السعودية هم من يستخدم المخدرات ومن يروج لها هم السعوديين دائما فلذلك ضيفك دائما في حلقات سابقة يكرر المخدرات لأنهم يعرفونها جيدا ابناء محافظة المهرة طوال الفترات السابقة لم يسجل أي حال التهريب من محافظة المهرة محافظة المهرة كانت آمنة ومستغرة بل استقبلت النازحين من الذين تضرروا من ويلات هذه الحرب العابتية هم وصلوا إلى المهرة بتعزيزات عسكرية لتكريز جهودهم العسكرية لإحتلال هذه المحافظة ابناء محافظة المهرة هم بقبائلهم بشرائحهم بفئاتهم بأحزابهم بشخصيات من السلطة المحلية رفضوا هذا الاحتلال كيف لهذا الشخص أن يتهم بهذه الاتهامات الباطلة فنحن نرفضها جملة التفسير لا وندعوهم إلى أحترام عقول الناس وأحترام رأي العام وأحترام محافظة المهرة ثم أن محافظة اسمها المهرة وليس المهرة فهو يجهل حتى اسمها فكيف لا يتحدث بشأن محافظة المهرة فمثل هؤلاء الضيوف نحن عطبنا عليكم أن تضيفوا مثل هذه الشخصيات وتتهم محافظة المهرة بهذه الاتهامات الباطلة فنحن نعود ونكرر أن في لدينا مثل العتصاب السلمي وبتأييد قبلي وبتأييد شعبي في محافظة المهرة رافضين لانتهاك السيادة الوطنية في محافظة المهرة ونسانت بناء محافظة الخطرة أيضا اليوم ذكر أيضا في الحديثي أنه من الطبيعي تعزيزات العسكرية الواصلة إلى المهرة هذا أمر طبيعي تزامنا مع الانقلاف داخل جزيرة سقطرة هل تنظر أنت له بهذا المنظور بأنه أمر طبيعي لا هو ليس طبيعي لكن بالنسبة لهم ووفق أجندتهم وأطماعهم يرون أمر طبيعي لأن لتكريس الاحتلال واستقلال الفرص أنهم يحاولوا فرض الاحتلال بصورة أكبر وأقوى حتى لا يكون هناك أصوات معارضة لتواجدهم فنحن نرى في محافظة المهرة الاحتجاجات والتصعيد الأعلامي يوم بعد آخر في أزياد وهناك سخط شعبي على مثل هذه الممارسات والتصرفات واليوم اللجنة العقام السلمي أو بالأمر فقد علنت عن عودة نشاطاتها السلمية عن ترتيب عادة النشاطات وفعالياتها السلمية في محافظة المهرة وبمباركة من أشيوخ القبائل وبمباركة من زعيم القائد الشيخ علي سالم الحريزي وهناك فعاليات وأنشطة ستستمر ستعود إلى الساحات رفضا لهذا الاحتلال السعودي في محافظة المهرة ومساندة لأخواننا في جزيرة سقطرة التي تعتبر الامتداد التاريخي لمحافظة المهرة نعم شكرا جزيلا لك أحمد بلحاف كنت معنا من المهرة أعود إليك سيد عيسى إذن ما هو المطلوب داخل محافظة سقطرة لاستثباب الأمن سواء من قبل التحالف أو حتى من قبل الحكومة الشرعية ما الذي تريدونه أخبرنا بالنسبة لما نريده هنا في سقطرة نحن نريده المزيد من الإجراءات لتثويت دعاون الأمن والاستقار كما هو المعروف من أبناء المواطنين أرسل السقطرة نحن نراهن على أي أبناء السقطرة الذي يتمثل في التفافهم حول السلطة المحلية ومعصل اليوم أو ما قامت وقبلها من اتداء على المنزل المحافظة المحروف حول ثلاثة أيام والتفاف المشاعر والشرائح بمختلف يعني الناس بمختلف شرائحهم حول المحافظ هذا يدل على أن الناس ينبدون العنف وينبدون الإجراء وينبدون الاحتراف ندعو نناشد نناشد مؤسسة الرئاسة ونناشد الحكومة ونناشد التحالف إلى قطع أياد العدس من الخبيل في الفترة إلى أيضا نناشد إلى عدم نناشد التحالف أيضا بوضع حز للأموال التي تأتي إلى هذه الجماعات أو الميليجيات التي تدار من خارج سوترة وتدار من أبي بربي تدرى للعلم أن قادة الكثير المتمردian هم من أبناء الضالع يريدون أبناء الضالع در محافظة أخدر سوترة للعمس يريدون أبناء محافظة الضالع در سوترة إلى الأمتسان يريدون هؤلاء المخاربين الإحتراق بسوترة نحن نطلب سوترة لها عبانه ولا مشايخها ولا ألعقالها ولا أبناؤها سيضربون بيد الحديد وسيجدون طبعا واحدا لكل من لكل من عادة تطالب أمي وأعتذر عن مقاطعتك لضيق وقت هذه الحلقة عيسى بن مسلم كنت معنا من سقطرة سؤال أخير سيد سلمان ما الذي تريده الإمارات من جزيرة سقطرة وهل لدى سعودية القدرة على إيقاف الإمارات ومطالبها أو مطامعها داخل الجزيرة سأجيب عليك من اخصاص سيدتي أولا ما يحدث في سقطرة ليس من الإمارات بعمل واضح وصريح العمل هو عمل تركي قطري إيراني والحوذيين هم المستفيد من ما يحدث لكن بيذك مع احترامي أنا لا أريد أن أريد بعض الأشخاص يحاول أن يهاجم ويبرر لأن بالفعل ما حدث للمهرة قسم ظهور المهربين أنا مع احترامي وأود أن تسلحي لي بفرصة لأن الرجل حاول أن يسكت كلامي على الشعب اليمني أهل المهرة وأهل الخضر موت وأهل الجنوب لكن ما حدث على الأرض كل أصابع الاتهام تشير إلى الإمارات استقبالها أيضا لقادة الانتقال كل هذه الدلال تشير على أن الإمارات هي الدعم الأساسي للانتقال الانتقال موجود ما بين الرياض والدبي شيء طبيعي الشرعية يا سيدتي وزراء الشرعية موجودين في دبي سيدتي ما لا يعلم البعض أو الكبير أن الإمارات والمملكة العربية السعودية صدقيني جسد واحد التحرك بين الرياض ودبي أمر طبيعي لكن هناك من يحاول أن يشئل فتيل الفتنة بين قوتي التحارب أو راس حربة التحارب اللي يظهر لك العربية السعودية والإمارات صدقيني أنا واضح وصريح ولا أريد أن أنزل إلى غير الحقيقة أنا هدف هي الحقيقة هدفكم في قناتكم الحقيقة لو لدي أي معلومات غير ذلك سأوضح لك ولكن أرجو بما عند وقتك ضيق أن تسمحي لي أفهم من حديثك أن هناك تنسيق هو ربما تفاهم حول ما يحدث في جزيرة سقطرة ما بين السعودية والإمارات طبعا هناك تنسيق كبير جدا لمواجهة التدخل يحصل في سقطرة شكرا جزيلا لك سلبان عسكر المحلل السياسي كنت معي من السعودية وأعتذر عن مقاطعتك لانتهاء وقت هذه الحلقة كما أشكر ضيوف عيسى بن بن سلم كان معنا من سقطرة وأيضا أحمد بلحاف كان معنا من المهرة شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة عبد الرقيب الأبارة كما هي لكم من الزملاء في الكنترون إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر